وعايز اقولك يعني احنا هنا عايشين احتفالية غير طبعية مصريين بجد بيحبوا البلد بجد المؤسسة مش بغلى عليهم في اي حاجة وقفة معاهم كل حاجة هم عايزينها بتصهل هنا هم كمان نفسهم نفسهم البلد تبقى قدام وقدام جايين بيجوا من الصبح بادر اوي ساعة 8 او 7 ونص احنا متواجدين بالكاميرا هم الناس جايين عايزين نروح ننتقل يا جماعة يا جماعة فين الكمبيوتر عايزين نعرف اللجنة بتاعتنا فين يا جماعة احنا يلا عايزين نروح ننتقل بقبل الزحمة ايمن كمان السيدات متصدرات للمشهد عايش جاو سعيد مبسطين جدا يعني ما شاء الله السيدات متصدرات للمشهد جدا ويعني حسن في حالة من البهجة كده وي الفرحة الموجودة وحيطة كنت تتكلم لسه على ان الامهات بياخدوا ولادهم ويروحوا فحالة ايجابية جدا وهنا عايزة اشير لنقطة تانية استاذ احمد وهي فكرة ان مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام بتشارك في مساعدة الموطنين تزلل لهم كل العقبات اللي موجودة علشان يروحوا يشاركوا في حقهم واجبهم تجاه وطنهم واحدة الوقت معينا برضو الهرم يعني شطط من الهرم احدى اللجنة في الهرم لقطات برضو مبهجة جدا وكل الناس رفعة اعلام مصر الحالة حالة رائعة احزاب سياسية مجتمع مدني نقابات كله بيحاول يسهل للناس تمام انهم يمارسوا حقهم في الادلاء بصوتهم وتعبير عن رأيهم دي ارقى الممارسات الديمقراطية في العالم كله هو مسألة انك تروح بارادة حرة مباشرة وتم تنتخب او تستفتي امر من امور البلد واعتقد جديء ان احنا كلنا نشتغل طول الوقت علشان نزلل العقبات قدام الناس علشان يقدروا يقوموا بحقهم ده وبدورهم الطبيعي في المساحة دي مزبوط طيب استاذ احمد ده وسط المشاهد اللي يعني احنا طبعناها من يوم الجمعة اول يوم اللي استفتادت عدد الدستورية خارج مصر لحد النهاردة ايه اكتر المشاهد اللي لفتت نظر حضرتك سواء خارج مصر او داخل مصر والله الكسافة حوالين اللي جان فكرة التواجد الشبابي بهذا الشكل فكرة الاطفال اللي مع اهليهم ورحين علشان ما لهمش هقف التصويت لكن حابين يشوفوا مسألة عملية التصويت ده احنا شوف التوابير كمان اسوز احمد معايا دلوقتي دي من مدنتي احدى اللي جان في مدنتي يعني ما شاء الله واحنا لسه يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده اول ساعة فيه جزء كبير منهم شباب بالضبط انا شايف ان الشرقح مجتمعية مختلفة مختلفة داخل الطبور فيه وعي يا سوز تمام فيه حالة وعي في كل المستويات وفي كل الشرقح وده مهم يعني ده احمد دايما بنراهن عليه يا سوز احمد فرحيتك بتقول ان المشاهد اللي لفتت انتباهك هي الكثفات وي شوفي الطبور دورك بنفسه لو قدرت تحليليه هتعرفي ان المشهد مختلف شباب من مختلف او الطبور اللي فات بص كمان الكبار السن كمان كبار السن فيه شباب والشباب مقدمين كبار السن قدامهم فيه رقية في المشهد ده سوز احمد والشباب شكلهم بيقول اللي هو فيه وظائف مختلفة اللي لابس عامل امنة اللي لابس كذا تمام لا الموضوع اعتقد اللي احنا قدامه مشهد مختلف وحياتك بتشوف سوز احمد برضو مشاركة كبار السن احنا شوفنا دلوقتي ناس